مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسمع قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان حكايات الجدة بعد أن حكت الجدة حكاية المساء قالت وتوتا توتا فرغت الحدوتا ما رأيكم في الحكاية يا أحبابي؟ فقال ماهر حكاية جميلة يا جدتي ولكن سمعناها من قبل قال زاهر نريد حكاية أخرى وقالت هلا أحب الحكايات الخيالية ثم قالت هلا أحب الحكايات المسلية رحت الجدة تفكر كيف أحكي حكايات جديدة فالصغار أصبح يعرفون كل حكاياتي ليتني أستطيع الخروج لرؤية الأشياء والناس من حولي لكي أحكي للصغار عنهم حكايات جديدة أحس الكرسي الهزاز بما تفكر فيه الجدة وقرر أن يساعدها وفي المساء وبعد أن نام الجميع طار الكرسي الهزاز في الهواء واقترب من الشباك أحست الجدة بسعادة وفتحت الشباك طار الكرسي عالياً عالياً والجدة جالسة عليه اقترب الكرسي من نجم مضيء في السماء ولما رأى النجم الجدة قال لها أهلاً أيتها الجدة لماذا أنت هنا؟ قالت الجدة أبحث عن حكاية أحكيها للصغار ضحك النجم المضيء وحكى للجدة حكاية جميلة وفي اليوم التالي وبعد أن حكت الجدة للصغار حكاية النجم المضيء قالت توتا توتا فرغت الحدوتا ما رأيكم في الحكاية يا أحبائي؟ فصاح الصغار فرحين جداً جميلة جداً يا جدتي وبعد أن نام الجميع طار الكرسي الهزاز والجدة جالسة عليه إلى السماء مرة أخرى وعندما رأى الكوكب الأزرق الجدة في السماء قال أهلاً أيتها الجدة لماذا أنت هنا؟ قالت له أبحث عن حكاية أحكيها للصغار ضحك الكوكب الأزرق وحكى للجدة حكاية جديدة وجميلة وفي اليوم التالي وبعد أن حكت الجدة للصغار حكاية الكوكب الأزرق صاح الصغار فرحين حكاية جميلة يا جدتي وكل يوم وبعد أن ينام الجميع يطير الكرسي الهزاز حاملاً الجدة كي تسمع حكاية جديدة تحكيها للصغار وفي أحد الأيام انكسر الكرسي الهزاز وجلس الجد يصلحها ولم يطير الكرسي الهزاز في السماء ولم تسمع الجدة حكاية جديدة تحكيها لهم فماذا فعلت؟ نظرت الجدة إلى الكرسي الهزاز بحنان وقالت كان يا مكان في سالف العصر والأوان كان هناك كرسي هزاز تجلس عليه جدة عجوز كان الكرسي يطير إلى السماء كل يوم حاملاً الجدة وفي السماء تحكي النجوم والكواكب للجدة حكايات جميلة ثم تعود الجدة وتحكي لصغارها هذه الحكايات الجميلة أحب الصغار حكاية الكرسي الهزاز الذي يطير بالجدة إلى السماء فقال ماهر حكاية جميلة وقال زاهر حكاية مسلية وقالت هلا حكاية خيالية وقالت هلا ولكن غير معقولة يا جدتي ابتسمت الجدة ونظرت إلى الكرسي الهزاز بحنان وقالت من يدري قد تكون معقولة في بعض الأحيان هل أعجبتكم القصة يا أحبائي؟ انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة